نحن لا بد نفكر بشكل جدا دقيق حول كيف نحن نخفف هذه الكلف حتى نستطيع أن النافس بسعر وجوده متوازيتين الدعوات الحكومية لتخفيض الرسوم تشمل أيضا المناطق الحرة أنا من وجهة نظر يجب أن تشمل الجميع لا بد أن نعيد أصلا يجب أن نعيد النظر في كل الرسوم مالنا بحيث أن نشوف هل في قيمة لهذه الرسوم هل البنية التشريعية لدينا بالجودة الكافية؟ اليوم أخي في المجتمع الاقتصادي واحدة من الهموم الكبرى البنية التشريعية البنية التشريعية للإمارات لا واكبة النمو والطفرة في الاقتصاد ما هو وضع البيانات والإحصائيات وكل هذا؟ هل هي بالشكل المطلوب؟ هذه واحدة من الطامة الكبرى اليوم اللي الواحد لا يقدر يفسرها حقيقة أن يقول أننا اليوم مثلا في دولة الليموت في دبي بالذات أن بعض أرقامنا متخلفة يعني ما يمعقول أن مثلا الناتج المحلي يطلع بعدها بستة شهور عشان نعرف كم كان ناتجنا المحلي الناس يعني تتبع هذا بشكل شهري لماذا مواكب القطاع الخاص؟ كل اللي قاعد يصير سواء التخفضات في الرسوم الحكومية انخفاض الأسعار الناس يعتقدون أن القطاع الخاص عايش في عالم بروحة لا هو القطاع الخاص طبعا مصدوم بالأزمة هذه لأن ثلاث سنوات أو خمس سنوات كان يعيش في العسل وتفاجأ باللي حصل هذا والآن يعني يالس عيد تنظيم أوراقة لما تقول العسل تقول نسب أرباح كبيرة جدا حتى في تخطيط ولا ما في تخطيط مثل ما يقولون افتح أي دكان بتربح لازم أصلا ينزل مستوى الرواتب مقارنتا بالسنوات الماضية حتى لو هذا السؤال يخليك أنبوبيلر مثل ما يقولون أن لو كنت أنت مع هذه المسألة لكن جاوبني بصراحة هل تعتقد أن كان في مشكلة في الرواتب كان في تضخم في الرواتب في السنوات الماضية طبيعي أصلا الرواتب التي كانت موجودة في 2008 لا تستطيع أن تعيشك في 2009 لأن كلفة عالي جدا وقطاعنا المصرفي صحيح من القطاعات المتطورة لكن عشان يكون عندك تنافسية لا يبدو أن يكون عندك كذلك سياسة مالية أو سياسة نقدية إرتباطنا نحن اليوم بالدولار طبعا ما يعطيك هذه المرونة المطلوبة الكل يعرف أن كان في تدخل من جانب الحكومة لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي الكل يعرف أن وضع المصارف عندنا ليس بهذاك السوء لكن بعدها القطاع المصرفي تقريبا متجمد هل رجعت مسألة تمويل الشركات مثل ما كانت؟ لا هل رجعت تمويل الأفراد مثل ما كان؟ أيضا لا لماذا هذا الجمود ما زال عندنا؟ طبعا هذا مرتبط بوجود السيولة نحن نحن وضع السيولة عندنا ليس سيئة المفروض أن الحكومة دخلت وضخت سيولة و المفروض أن الأمور تماما صحيح في جزء منه السيولة التي ضخت ليست كافية للعجز الموجود ليس فقط تأثر القطاع العقارات لأنه خف عليه الطلب خفوا التمويل العقاري أيضا صحيح أتمنى أنها تكون تحويلة مناسبة بأساس نتكلم عن تمويل شو صار؟ يا ساتر لينا الحين تمويل ظاهر ورانا المفروض يعني ما يصير يكون عندنا الشيخ خالد بن زايد وما نتكلم عن تمويل بس طال عمرك أنا لابس اليوم طارت المجلس الاقتصادي يعني عندنا دقائق معدودة خلنا نستغلها في أن نتكلم عن تمويل خصوصا أنه في الأيام الماضية طلع قرار من مجلس الوزراء أن المصرف العقاري و المصرف الصناعي اندمجوا في بنك التنمية وكان المفروض المشروع سابقا أن يكون أملاك وتمويل جزء من هذا المشروع ولكن يبدو أن تكنسل الموضوع صار؟ نعم تكنسل نهائيا شو الفكرة الآن؟ ترجعون من فصلين؟ رح ترجعون مع بعض؟ متراجعين على سوب الأسهم؟ هاي أسألة كثيرة يعني طبعا هاي الموضوعات كلها الموجودة عند الحكومة أنا ما أستطيع أفتي بالنيابة عن الحكومة لكن أتصور التوجه الأخير أسلم من دمج هاي المؤسسات الأربع تحت مضلة وحدة لأنه من الصعوبة بمكان أنك أنت تدمج مؤسسة تقدم دعم وخدمة للمواطنين ومؤسسة أخرى تربح وهدفها الأساسي هو الربحية من القطاع العقاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر